انا كنت كنعيش انسانة عادية توصلت للتصر السانة وبدت المعاناة ديالي مع الاعاقة ومع المعارض دباليوم اه 28 سنة وانا كنعيش فوق الكرسي المتحرك يعني كنت انسانة عادية ومي انسانة عادية صبارة ومتقبلة لامر الواقع انا تقبلت ولفت لحياة لفوق الكرسي عادي منذ الوليد مشيت للطبيب عالجت كله وش كي يقول لك عندي الاعصاب ش كي يقول لك ما اعرفش للمرض ديالك مشيت للمراك شوح النار قلي يديري العملية رجليك لاربعة المرات لامكان يتضعيفها ما درتهاش وصلت اه الفين واطماش توفى الوليد توفى الوليد انت ما كي وقفت كل شي ما قد تبعت لا علاج لاتاشي حاجة اليوم انا هذا بقيت عقبت نصحوني شي ناس قي يتوجهه للجمعيات مشيت للجمعيات بقيت الابواب ديالجمعيات قطلحت الميل في الاول والثاني والثالث بدون نتيجة اليوم انا كان اماني في الله سبحانه وتعالى اناشد انادي الجلد المالي كمحمد السادت والدولة وقع الناس اللي المسؤولين ويعادوا النظار في هاد الاسخاص المعاقين تمام حقهم يعيشوا ومن حقهم يكون عندهم رصيد مالي باش يعيشوا ولو غير الاقل ولو غير خمسمية الدرام شعريا او تمانمية الدرام المهم على الاقل يعيشوا مرتاحين باش يتعالي انا رغم الاعاقة ولا عادي بزرط الامراض ولا عندي الاعصاب ولا عندي الاكتئاب ولا عادي فقط بالحاد الحساسية ولعوين الا الله سبحانه وتعالى عادي الوليد امرأة كبيرة في السن عده تمانين سانة زيكة يعني من الطنسيول هاساب العينين بزرط الحويج كان الوليد الله يرحمه وسعت الله يرحمه وسعلي في هاد النهار كان يشده الف درام شعريا وبعد توفى بقعت الوليدة خمسمية الدرام ديك خمسمية الدرام هي باش نعيش نويا في الوقت الحالي ايا فيها الدواء فيها الاكل فيها الشرب فيها الطبيب فيها يعني ما كافيانيش انت خرجت الملحة دي الارمالات مش تشجلت تقيت انا بحالي بحال الناس بلي خرجت مدة عام وانا كنستفد منها سبعة الاف شعريا يعني قلت الحمد لله ولو غير وقق لي لا الحمد لله الحمد لله وقق غير شوية تعاوني بباع الوقت باللي اكتشفوا باللي الويدة عدها الكيس ودك شو وقفواليا وقفواليا ده باش عامين دولة السنين ورم كافيانيش انا اليوم بغى باش نعيش بغى الطبيب هذا بقى انا مريدة كان هدر ما كوم مخنوقة مقادرة اش نهدر التحاليل عندي السقار عدي بزاف الحويش في الاسخاص المواقين تحنا رعد نحق باش نكونو تحنا يبحنبح الناس ولو غير شوية باش تخرج باش ترتاح باش تمشي عالطبيب باش انت موقع تنفكر فوالو موقتي تشي حاجة تشي حاجة موقتي بغى يوم ما طالب تشي حاجة في الدنيا بادي تعيش غير مرتاح اشتركوا في القناة